شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول موضوع الرجعة وتحدثنا فيما مضى حول مفهوم الرجعة أولاً وإمكان الرجعة ثانياً ووقوع الرجعة في الأمم المتقدمة ثالثاً ووقوع الرجعة في هذه الأمة رابعاً وأثبتنا فيما مضى أن فكرة الرجعة فكرة إسلامية أصيلة لا فكرة يهودية طارئة ويبقى أن نتحدث حول مبحثين آخرين المبحث الأول ما هو الفرق بين عقيدة الرجعة ونظرية التناشخ المرفوضة؟ نكتفي في هذا المقام بنقل عبارة عن الشيخ بهاء الدين العامل رحمة الله تعالى وهذه العبارة وإن ذكرها الشيخ في مقام آخر ولكن يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال في مرآة العقول المجلد الرابع عشر صفحة صفحة عن تعلق الأرواح بعد خراب الأبدان بأبدان آخر في هذه النشأة تارة تارة بعد خراب الأبدان وانقطاع العلاقة فيما بين الروح والبدن تارة تارة هذه الروح تتعلق ببدن آخر في نشأة أخرى وتارة تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة وتارة تتعلق ببدن آخر في هذه النشأة وتارة تتعلق بنفس هذا البدن في هذه النشأة اذا الروح تعلقت بهذا البدن في نشأة أخرى فهذا لا يطلق عليه التناسخ وإنما يطلق عليه المعاد المعاد هذه الروح تتعلق بهذا البدن في نشأة أخرى هذا يقال له المعاد وتارة تتعلق هذه الروح ببدن آخر في نشأة أخرى تتعلق قاذا لا يقال له التناسخ وإنما يقال له حلول الروح في البدن المثالي أو في القالب المثالي وتارة وتارة هذه الروح تتعلق ببدن ببدن آخر ببدن آخر تأتي هذه الروح تتعلق عن مفهوم عن مفهوم التناسخ هناك هناك فوارق في بدن آخر بين البدنين وتخرج من هذا البدن ثم تحل في نطفة حيوان وتصبح حيوانا هذا هو الذي يقال له التناسخ بناء على ذلك فلا يوجد هناك أي ارتباط بين مفهوم الرجع ومفهوم التناسخ عبارة الشيخ رحمة الله عليه تعلق الأرواح بعد خراب الأبدان بأبدان آخر في هذه النشرة هذا هو التناسخ أما الرجع فالروح تتعلق بنفس هذا البدن يعني المقداد رحمة الله عليه كان له بدن الروح فارقت هذا البدن ثم تعود إلى هذا البدن ويخرج المقداد من قبره بعينه فهذا فهذا يختلف عن أن نقول بأن الروح روح المقداد تحل في بدن آخر في هذه النشرة هذا هو هذا هو البحث الأول البحث الثاني لماذا الرجعح وما هي الحكمة الكامنة وراء الرجعح نذكر نذكر هنالك بعض النقاط بعنوان الإحتمال والله أعلم بحقيقة الحال النقطة الأولى الرجعة الحياة قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو رضخوه بالحجارة واتهموه بالسحر والجنون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت الدنيا قدره الجواب كلا أنبياء الله العظام جميعا هل عرفت الدنيا قدره في الآية الكريمة ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وفي آية أخرى ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الدنيا لم تعرف قدر أولياء الله وقدر الأنبياء وقدر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه الأنبياء الأئمة الأولياء يعودون إلى دنيا تعرف قدره إذا في يوم من الأيام كانوا يلقون إبراهيم الخليل في النار إبراهيم الخليل يعود إلى مجتمع يعرف قدره النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعود إلى مجتمع يعرف قيمته ولو بمقدار النبي نوح الذي كانوا يضحكون منه ويسخرون منه وما آمن معه إلا قليل يعود إلى دنيا تعرف قدره واحد من الغربيين كان يقول لو كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الآن موجود لم تلأ جامع الكوفة من القبعات يريد به علماء الغرب كانوا يأتون عنده ويستفيدون من محضره ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول سلوني عن طرق السماوات فيقوم شخص ويقول كم شعر في لحيتي الإمام يقول لو شئت لاستخرجت لكم من هذا الماء نورا يضيء العالم ولكن ذاك المجتمع ما عرف قدر هذا الإمام الإمام يعود إلى دنيا تعرف قدره ولو بمقدار إذن النقطة الأولى الرجعة نوع من أنواع التكريم لأولياء الله تعالى النقطة الثانية ليكون هؤلاء الأولياء نماذج يحتذا بها هذه الوجودات وجودات ذات إشعاع الأنبياء الأئمة الأولياء صلوات الله عليهم هؤلاء وجودات مشعر وجودات ملهم وجودهم الذهني له إشعاع وجودهم لفظي له إشعاع وجودهم الكتبي له إشعاع كلماتهم المدونة فيها إشعاع فإذا جاء جاء هؤلاء الأنبياء وجاء هؤلاء الأولياء بوجوداتهم العينية كم يؤثر هذا الوجود العيني في ذلك العالم المنشود مع زاهد من الزهات كم يؤثر في حياتهم وفي سلوكهم فكيف إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله موجودا بعين الإمام الحسين صلوات الله عليه موجودا بعين بطل التوحيد إبراهيم الخليل موجودا بعين بطل الزهد والإعراض عن الدنيا موجود بعين الآن المسيح ابن مريم دا يحرك التاريخ ألفين عام إذا هذا الوجود بذاته وبعينه كان موجود وكنا نشاهد كم كان هذا مؤثرا في بناء ذلك المجتمع المنحوط ليكون هؤلاء الأولياء نماذج يحتذى بها العقولا متكاملا العقول في ذلك العهد تكتمل فهذه الوجودات يكون تأثيرها أكبر النقطة الثالثة إتاحة فرصة جديدة للصالحين كي يتزودوا من هذه الحياة نحن البشر الله تعالى خلقنا للعبادة وخلقنا للمعرفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تعالى في آية أخرى يقول لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إلى أن يقول لتعلموا نحن خلقنا للعبادة كان واحد من الإخوة يقول لي كلما كنت أراه كان يقول أدعو لي لأنال توفيق العبودية العبودية لله سبحانه وتعالى هل يشبع المؤمن من عبادة الله سبحانه وتعالى العالم هل يشبع من العلم الجواب كلا العالم يقف أمام المكتبة اللي فيها ألوف الكتب وينظر نظر تألو لأنه لا يتمكن أن يستوعب جميع هذه العلم العالم لا يشبع من العلم السري هل يشبع من السراء كلا الحاكم هل يشبع هل يشبع من الزعامة والقيادة كلا كل ما تعطو أكثر يريد أن يحكم أكثر المؤمن هل يشبع من عبادة الله سبحانه وتعالى الجواب كلا ولذلك هناك في الحديث على ما ببالي يسأل الإمام صلوات الله عليه لو خيرت بين ساعة من الدنيا وساعة من الآخرة أيهما تختار فقال الإمام صلوات الله عليه أختار ساعة الدنيا لأن في هذه الدنيا تتمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتبني آخرتك المؤمنون يرحلون عن هذه الدنيا وضمأهم لم يروى مكتفا النبي يعقوب كما في رواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الرواية مذكورة أيضا في البحار بكى من حب الله سبحانه وتعالى حتى عميت عينه الآن ما هو معنى العمى بحث آخر فرد الله عليه بصر ثم بكى من حب الله سبحانه حتى عميت عينه إلى أربع مرات المؤمن يحب الله سبحانه يحب عبادة الله يحب أن يتدرج أكثر في مدارج الكمان الرجع إتاحة فرصة جديدة لأولياء الله سبحانه وتعالى ليتزودوا في هذه الحياة أكثر النقطة الرابعة هذه النقطة الثالثة التي ذكرناها وجدتها في روايح هذه الرواية مذكورة في البحار في المجلد الثالث والخمسين صفحة خمسة وتسعين وَأَنْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُورِكَ الخطاب للإمام المهدي عجَّل الله تعالى فَرَجَهُ وَرَجْعَةً فِي أَيَّامِكَ لِأَبْلُغَ مِنْ طَاعَتِكَ مُرَادِي طاعة الله وطاعة أولياء الله سبحانه وتعالى النقطة الرابعة هناك أفراد طالحون لم ينالوا جزاءهم في هذه الدنيا أنتوا لا تنظروا إلى الجناية في حد ذاته إذا الآن يقال لكم صدّام كم جناية جناة؟ عددوا الجنايات يمكن أن تعدوا له مئة مليون جناية بمختلف الأنوار الذين قتلهم الذين شردهم الذين أخافهم الذين أدخلهم في المعتقلات الذين عذبهم يمكن تعدون له مئة مليون جناية ولكن في الواقع الجناية الواحدة ربما لا تكون جناية واحدة ربما الجناية الواحدة تكون عشرة آلاف جناية نحن لا نحيط ولكن الله سبحانه وتعالى يحيط إذا واحد قتل واحد فهل هذه جناية واحدة؟ لا يمكن بقتل هذا الرجل ابن تشرد قتل الأب الابن بقي بلا من يدير شؤونه هذا الولد الذي قتل تحول إلى جاني من جناية التاريخ وارتكب مليون جناية فهذا القاتل في الواقع ولو بالمباشرة ارتكب جناية واحدة ولكن بالتسبيب ارتكب مليون جناية ولاحظوا الحلقات المتتابعة لهذه الجنايات إلى يوم القيام فجاني مثل صدام هل يمكن أن ينال جزاءه بهذه الأشياء الطفيفة التي يلاقيها في هذه الدنيا؟ جاني مثل الحجاج هل لاقى جزاءه في هذه الدنيا؟ الجواب كلا هؤلاء الطالحون يعني أمثال هؤلاء الطالحين يعودون إلى هذه الدنيا حتى ينالوا جزاءهم في هذه الدنيا قبل الآخرة هذه هي النقطة الرابعة النقطة الخامسة الذين يعودون يعودون ليساهموا في بناء الحضارة العالمية المرتقبة هناك حضارة عالمية ينتظرها الكل المسلمون ينتظرونها المسيحيون ينتظرونها البشرية كلها تنتظر هذه الحضارة هل تقوم بدون التحديات؟ هناك تحديات عظمى لهذه الحضارة وأول تحدي هو التحدي الذي يشكله إبليس وجماعته إبليس وجماعته كلهم الشيطان الأكبر يدخلون الميدان لإفشال هذه الحضارة فهذه الحضارة تحتاج إلى أفراد يساهمون في بنائها الذين يعودون يساهمون في بناء هذه الحضارة المرتقبة النقطة الأخيرة الرجعة مظهر من مظاهر قدرة الله تأكيد للنبوة الخاتمة تجسيد للمعاد في يوم القيام الرجعة ترتبط بالمبدأ وبالمعاد وبالنبوة الخاتمة قدرة الله سبحانه وتعالى حينما يخرج الأموات من قبوره معجزة كبرى لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله المسيح إحدى معاجزه أنه كان يحيي الموتى كمية أحياه ولكن في عهد الرجعة ألوف الأموات يحيون على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو خلفائه أو في عهد النبي وخلفائه وتجسيد عملي ليوم القيام فهذه الرجعة ترتبط بالمبدأ وترتبط بالمعاد وترتبط بالنبوة وترتبط أيضا بالإمامة هذه ست نقاط ذكرناها على نحو الإحتمال في الجواب عن سؤال لماذا الرجعة نختم كلامنا حول الرجعة بمجموعة من التفاصيل المذكورة في الروايات الشريفة حول الرجعة النقطة الأولى الرجعة خاصة لا عامة الكل لا يرجع وإنما يرجع مجموعة معينة بحار الأنوار مجلد ثلاثة وخمسين الباب تسعة وعشرين الحديث رقم واحد عن أبي عبد الله عليه السلام إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا النقطة الثانية هل الرجعة اختيارية أو إجبارية؟ الجواب على ذلك إنها اختيارية الحديث رقم ثمانية وتسعين من الباب المذكور عن المفضل ابن عمر قال ذكرنا الإمام المهدي صلوات الله عليه ومن مات من أصحابنا ينتظره فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام إذا قام يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه أتي المؤمن في قبره فإن تشأ أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقن الظاهر أن بعض الأفراد يختارون الرجوع وعلى ما في بالي أن بعض الأفراد يختارون البقاء في كرامة الله النقطة الثالثة أول من يعود في الرجعة في هذه الدنيا هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام الحديث رقم واحد من هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام النقطة الرابعة أن الإمام الحسين يملك ويحكم حكومة طويلة فوق هذه الكرة الأرضية في دنيا تعرف قدره بالمقدار الممكن وتعرف قيمته بالمقدار الممكن الحديث رقم تسعة من الباب المذكور قال لي أبو عبد الله عليه السلام أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبار صلوات الله وسلامه عليه النقطة الخامسة يعود مع الإمام الحسين سبعون من أصحابه الذين قتلوا معهم في كربلا حبيب يعود برير يعود خضير يعود وغيرهم يعودون الحديث رقم تسعين من الباب المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم قال عليه السلام خروج الحسين عليه السلام في الكرة يعني فرجع في سبعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا معاه النقطة السادسة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجع يموت أو يقتل ويتولى تجهيزه الإمام الحسين الحديث رقم 103 من الباب المذكور في حديث مفصل فإذا حدث كذا جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي عليه السلام ولا يلل وصية إلا الوصي لأنه من عقائدنا أنه الإمام لا يغسله إلا الإمام طبعا هنا أكو بحث في ضمير في حفرته خفرة من الضمير يرجع إلى من إذا يرجع إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه يعني يلحده في حفرته في قبره وإذا الضمير يرجع إلى الإمام الحسين فهذا مثوى الإمام الحسين صلوات الله عليه يكون مثوى للإمام الحجة ويزار الإمام الحجة في كربلاء في المكان الذي نزور فيه الإمام الحسين النقطة السابعة عودة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث الحديث تسوطعش من الباب المذكور قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك لردك إلى معاد هذه الآية تأويلها أو بطنها الرجع قال الإمام نبيكم صلى الله عليه وآله راجع راجع إليكم النقطة الثامنة البشرية كلها تؤمن في عهد الرجعة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث رقم 24 من الباب المذكور في الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رجع آمن به الناس كلهم في ذلك الوقت الرشد العقلي للبشرية يكون في أوجه البشرية ذاقت تجارب فاشلة كثيرة وبحثت عن المنجي ووجدت المنجي وهو النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرون صلى الله عليه أجمعين فالبشرية كلها تؤمن بخاتم الأنبياء النقطة التاسعة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يملك كل الكرة الأرضية حديث رقم خمسة وسبعين من الباب المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام يُعطي لعل هذه الرواية تدل على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يملك جميع الكرة الأرضية النقطة العاشرة عودة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه الحديث الثاني من الباب المذكور عن أبي جعفر الإمام الباقر صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا سيرجعا النقطة الحادية عاشرة عودة جميع الأئمة إلى هذه الدنيا الحديث رقم ثمانية وثلاثين من الباب المذكور في قوله تعالى وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَعْنِي فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَعْنِي الْأَئِمَّةِ إِلَى الدُّنْيَا ظاهر هذه الجملة عودة جميع الأئمة النقطة الثانية عشرة عودة جميع الأنبياء كم نبعدنا مية وأربعة وعشرين ألف نبي وفي قول سلسمائة ألف نبي كلهم يعودون إلى هذه الحياة الحديث رقم تسعة من الباب المذكور سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وتلا هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ الله تعالى أخذ ميثاق جميع النبيين لاحظوا هذه الآية في سورة آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ أَيْنَ تَحَقَّقْ هَذَا؟ الله أخذ ميثاق جميع الأنبياء أن ينصروا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أين تحقق هذا؟ هذا يتحقق فالرجع جميع الأنبياء ينصرون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وتلى هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية قال لَيُؤْمِنُنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَلَيَنْصُرُنَّا عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لعلّه الانطباع عن هذه الرواية أن القائد العام للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما كان في حياته الأولى منه كان أمير المؤمنين فهؤلاء الأنبياء كلهم يكونون تحت لواء أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وَلَيَنْصُرُنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ وَلَيَنْصُرَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قال نعم والله من لدن آدم فلم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه النقطة الثالثة عشرة قتلوا إبليس على يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث اطنعش من الباب المذكور الرواية مطولة في آخر الرواية أن إبليس في الكرح يجمع جميع أشياعه هذه المعركة النهائية لإبليس إما أن يهزم فيها وإما أن ينتصر هو طلب أن يبقى إلى يوم القيامة الله قال لا أبقيك إلى يوم القيامة وإنما أبقيك إلى يوم الوقت المعلوم هذه المعركة الأخيرة فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله فيطعنه طعنة بين كتفيه فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه فعند ذلك يُعبد الله دنيا ما بها شياطين بعد ما كمان عمام عبادة الله سبحانه وتعالى فعند ذلك يُعبد الله ولا يُشرك به شيئاً النقطة الأخيرة حول دعاء العهد الذين يحبون أن يعودوا إلى هذه الدنيا دنيا النبي الأعظم دنيا أمير المؤمنين دنيا إبراهيم الخليل دنيا جميع الأنبياء الطريق إلى ذلك أن يقرأوا دعاء العهد أربعين يوماً حديث 111 من هذا الباب عن الإمام الصادق صلى الله عليه من دع الله إلى أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار الإمام الحج فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنه ومحى عنه ألف سيئة الدعاء مفصل ومن جملة فقرات هذا الدعاء اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً الخطاب يتعلق بالإمام الحجة يعني الضمير اللهم جعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجته فانفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه إلى آخر الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا أيامه وأن يعيدنا معه في كرته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر